موسيقى رسالة بطرس الرسول الاولى الفصل الاول من بطرس رسول يسوع المسيح الى المغتربين في بونتوس وغلاطية وكفادوكية وآسية وبيسينية المختارين بمقتضى سابق علم الله الاب بتقديس الروح لطاعة يسوع المسيح ورش دمه لتكثر لكم النعمة والسلام مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي وفقا لرحمته الكثير ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات أنتم الذين بقوة الله محروسون بالإيمان للخلاص العتيد أن يعلن في الزمان الأخير بهذا تبتهجون وإن كان لابد لكم الآن من أن تحزنوا لمدة يسيرة بتجارب متنوعة وذلك لكي تكون نقاوة إيمانكم التي هي أسما من الذهب الذي يفنى مع اختباره بالنار أهلا للمديح والمجد والكرامة عند تجل يسوع المسيح ذاك الذي تحبونه وإن لم تروه ومع أنكم لا ترونه الآن تؤمنون به وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف وتفوزون بغاية إيمانكم وهي خلاص نفوسكم إن الأنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي تعطى لكم قد بحثوا عن ذلك الخلاص واستقصوا في ذل البحث عن الزمان والأحوال التي كان يدل عليها روح المسيح الذي فيهم إذ سبق فشهد بآلام المسيح وبالأمجاد التي تعقبها فأوحى إليهم أنهم كانوا يخدمونكم أنتم وليس أنفسهم في الأمور التي أخبرتم بها الآن على ألسنة الذين بشروكم بالإنجيل بالروح القدس المرسل من السماء هذه الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها فلذلك منطقوا أحقاء أذهانكم وكونوا صاحين وليكن لكم رجاء كامل في النعمة التي سيؤتى بها إليكم عند تجلي يسوع المسيح وكأبناء الطاعة لا تتشكلوا على حسب شهواتكم السالفة حين كنتم في جهالتكم بل كونوا أنتم أيضا قديسين في سيرتكم كلها على مثال القدوس الذي دعاكم فإنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس وإن كنتم تدعون الآب الذي يدين بغير محابات للوجوه كل واحد بحسب أعماله فاسلكوا بخوف مدى غربتكم عالمين أنكم لم تفتقدوا من سيرتكم الباطلة التي ورثتموها عن آبائكم بأشياء تفن كالفض والذهب بل بدم كريم كدم حمل لا عيب فيه ولا دنس هو دم المسيح الذي عينا من قبل إنشاء العالم وإنما ظهرا في آخر الأزمنا من أجلكم أنتم الذين بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من بين الأموات وأعطاه المجد حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما في الله فإذ قد طهرتم نفوسكم بطاعة الحق لمحبة أخوي لا رياء فيها أحب بعضكم بعضا محبة قلبية حارة إذ قد ولدتم ثانية لا من زرع يفنى بل من زرع لا يفنى بكلمة الله الحي الباقية لأن كل جسد كالعشب وكل مجده كزهر العشب والعشب قد يبسى وزهره قد سقطى وأما كلمة الرب فتبقى إلى الأبد وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها رسالة بطرس الرسول الأولى الفصل الثاني فاترحوا عنكم إذن كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل اغتياب وكأطفال ولدوا حديثا توقوا إلى اللبن الروح الذي لا غش فيه لتنمو به للخلاص فقد ذقتم أن الرب صالح فادنوا إليه فأنه الحجر الحي المرذول من الناس ولكنه المختار من الله الكريم لديه وكحجار حية ابنون أنتم أيضا بيتا روحيا وكهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبول لدى الله بيسوع المسيح لذلك ورد في الكتاب ها أنا أضع في سهيون حجر زاوية مختارا كريما فمن يؤمن به لن يخزى فلكم الكرام إذن أنتم المؤمنون وأما لغير المؤمنين فإن الحجر الذي رذله البناءون هو قد صار رأسا للزاوية وحجر عسرى وصخرة صدمة للذين يعسرون لأنهم لا يطيعون الكلمة وقد جعلوا لذلك وأما أنتم فجنس مختار وكهنوتا ملكي وأما مقدسا وشعب مقتنى لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الضومة إلى نوره العجيب أنتم الذين لم تكونوا من قبل شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله ولم تكونوا مرحومين وأما الآن فمرحومين أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس لتكن لكم بين الأمم سيرا حسنا بحيث أنهم لو كانوا يفترون عليكم كأنكم فاعلوا شر يلاحظون أعمالكم الصالحة فيمجدون الله في يوم الإفتقاد فاخضعوا من أجل الرب لسلطة كل هيئة بشرية سواء أكانت للملك بصفته صاحب السلطة العليا أو للولاة فكمرسلين من قبله للانتقام من فاعلي الشر والسناء على فاعلي الخير لأن مشيئة الله هي أن تسكتوا بعملكم الخير جهالة القوم الأغبياء تصرفوا كأحرار لا كمن يتخذ الحرية ستارا للخبص بل كعبيد لله أكرموا جميع الناس أحب الإخوة اتقوا الله أكرموا الملك أيها الخدام اخضعوا لسادتكم بكل مهابة لا للصالحين منهم والمترفقين فقط بل لأولي العنف أيضا فإن من النعمة أن يكابد المرء المشقات ويحتمل الظلم من أجل الضمير ليطيع الله إذ أي فخر لكم إن كنتم تلطمون وأنتم مخطئون فتصبرون ولكن إن كنتم تتألمون وأنتم عاملوا خير فتصبرون فهذا نعمة لدى الله فإنكم لهذا دعيتم لأن المسيح أيضا تألم لأجلكم تاركا لكم قدوة لتقتفوا آثاره وهو الذي لم يرتكب قد خطيا ولا وجد في فمه مكر وهو الذي كان يشتم ولا يرد الشتم وكان يتألم ولا يهدد بل كان يفوّد أمره إلى الذي يقضي بالعدل وقد حمل هو نفسه خطايان في جسده على الخشب لكي نموت نحن عن الخطايا فنحي للبر وهو الذي بجراحه شفيتم فإنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وحافظها رسالة رسالة بطرس الرسول الأولى الفصل الثالث وكذلك أنتنا أيتها النساء اخضعنا لرجالكن بحيث إن كان بعضهم لا يطيعون الكلمة يربحون بدون كلمة بسيرة نسائهم إذ يلاحظون سيرة كن الطاهرة التي هي بالمهابة ولا تكن زينة كن الزينة ظاهرة من ضفر الشعر والتحل بالذهب ولبس الثياب بل زينة إنسان القلب المستطر وزينة الروح الوديع الهادي التي لا تبلى وذلك كثير السمن أمام الله فهكذا كانت تتزين قديما النساء القديسات اللاء توكلن على الله وخضعن لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدها وقد سرتنا لها بنات إذا صنعتنا الخير ولم يروع كنا أي هولا البت وكذلك أنتم أيها الرجال ساكنوهن على مقتضى الفتنة لكون الجنس النسوي هو الأضعف وأكرموهن كالوارثات أيضا معكم لنعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم وأخيرا كونوا جميعا على وفاق مشفقين بعضكم على بعض ذوي محبة أخوية رحماء متواضعين لا تجازوا على شر بشر ولا على شتيمة بشتيمة بل بالعكس باركوا فإنكم لهذا دعيتم لكي ترسوا البركة فإن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكف لسانه عن الشر وشفتيه عن التكلم بالمكر وليعرض عن الشر ويصنع الخير وليطلب السلام ويسعى في أثره لأن عيني الرب على الصديقين وأذنيه إلى تلبطهم ولكن وجه الرب ضد من يفعلون الشر فمن يؤذيكم إن كنتم ذوي غيرة في الخير ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوبى لكم فلا تجزعوا من إرهابهم ولا تضطربوا بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم وكونوا مستعدين دائما لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم ولكن بوداعة ومهابة وليكن ضميركم صالحا حتى يخزى الذين يسلبون سيرتكم الصالحة في المسيح فيما يفترون به عليكم فإنه خير لكم أن تتألموا وأنتم صانعوا خير إن كانت هذه مشيئة الله من أن تتألموا وأنتم فاعلوا شر فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا تألم البار عن الأثم ليقربنا إلى الله إذ أميت في الجسد ولكن أحيي في الروح وفيه ذهب وبشر الأرواح التي في السجن تلك التي عصت قديما إذ كانت أنات الله تنتظر في أيام نوح حين كان يبني الفلك الذي فيه خلص نفر قليل أي ثمانية أنفس في الماء والمعمودية التي يرمز إليها هذا والتي هي ليست إزالة أقدار الجسد بل تعهد الضمير الصالح لله تخلصكم الآن بقيامة يسوع المسيح الذي هو عن يمين الله إذ قد انطلق إلى السماء وأخضعت له الملائكة والشياطين والقوات رسالة بطرس الرسول الأولى الفصل الرابع إذن فبما أن المسيح قد تألم في الجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية عينها فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يحيا فيما بقي له من الزمان وفي الجسد لشهوات الناس لكنهم سوف يؤدون حسابا لمن هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات فإنه لهذا بشر الأموات أيضا بالإنجيل حتى أنهم إذا ما دينوا كالناس في الجسد يحيون الحياة التي بحسب الله في الروح قد اقتربت نهاية كل شيء فالذموا إذن التعقل واصحوا للصلوات وقبل كل شيء أحب بعضكم بعضا محبة شديدة لأن المحبة تستر كثيرا من الخطايا كونوا مضيفين بعضكم لبعض من دون تذمر وليخدم كل واحد منكم الآخرين بالموهبة التي نالها كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة إن تكلم أحد فكمن ينطق بأقوال الله وإن قام أحد بخدمة فليقم بها بالقوة التي يمنحها له الله لكي يتمجر الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين آمين أيها الأحباء لا تستغربوا المحنة المضطربة التي حلت بكم لاختباركم كما لو كان حدث لكم أمر غريب ولكن افرحوا بمقدار ما تشتركون في آلام المسيح حتى تفرحوا أيضا وتبتهجوا في تجلي مجده إن عيرتم من أجل اسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجد روح الله يستقر عليكم فلا يتألمنا أحد منكم كقاتل أو كسارق أو كفاعل شر أو كمتداخل في شؤون غيره وأما إن تألما كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من أجل هذا الاسم فإنه قد آن الوقت ليبتدأ القضاء ببيت الله فإن كان يبدأ بنا فكيف يكون مصير الذين لا يطيعون إنجيل الله وإن كان البر يخلص بعد جهد فالمنافق والخاطئ ماذا يكون مصيرهما إذن فمن يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا نفوسهم الخالق الأمين وهم يصنعون الخير رسالة بطرس الرسول الأولى الفصل الخامس أطلبوا إلى الشيوخ الذين فيكم أنا الشيخ مثلهم والشاهد لآلام المسيح والشريك أيضا في المجد العتيد أن يتجلى أن يرعوا رعية الله التي أقمتم عليها لا قسرا بل عن رضا بحسب مشيئته ولا لربح دنيء بل بنشاط ولا كمن يتسلطون على النصيب المعين لهم بل كمن يكونون مثالا للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى كذلك أنتم أيضا أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وتسربلوا جميعا بالتواضع بعضكم نحو بعض لأن الله يقاوم المتكبرين ولكنه يعطي المتواضعين نعمة فاتضعوا إذن تحت يد الله القدير لكي يرفعكم في حينه ولقوا عليه همكم كله فإنه يعتني بكم اصحوا واصهروا فإن إبليس خصمكم يجول كأسد يزأر ويجول ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن إخوتكم الذين في العالم يقاسون هذه الآلام بعينها وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم وقتا يسيرا هو نفسه يكملكم ويسبتكم ويقويكم ويجعلكم راسخين له العزة إلى أبد الآبدين آمين قد كتبت إليكم بإيجاز على يد سلوانوس الذي أعده أخا أمينا لأحردكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي أنتم قائمونا فيها تسلم عليكم المختار مثلكم التي في بابل ومرقص ابني سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح آمين سلموا بعض المشاهدة 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 سلموا بعض المشاهدة